فضيلة الشيخ أطير صقر بعض الأحكام الشرعية يقال عنها إنها واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة فهل من توبيح لمعاني هذه الكلمات؟ ترد في كتب الفقه ألفاظ يجب فهم المراد منها حتى يكون تعبد المؤمن تعبدا صحيحا من هذه الألفاظ كما في السؤال الفرض والواجب والسنة والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والمباح فالفرض والواجب إسمان لما طلب حتما ويعبر عن ذلك بما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة كآيات القرآن والمتواتر والمشهور من السنة إذا كان نصا لا يحتمل معنا آخر أما الواجب هو ما ثبت بدليل الظني الثبوت أو الدلالة أو هما معا مثال الفرض عندهم أي الحنفية كراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أية صلاة ومثال الواجب أن يكون المقرؤ فيهما هو الفاتحة ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة وعلى ترك الواجب سهوا سجود السهو وعلى تركه عمدا أجوب إعادة الصلاة ما دام الوقت موجودا وإن خرج الوقت فقد أساء وعلى هذا يكون ترك الفرض موجبا للعقاب ويكون ترك الواجب موجبا لعقاب أخف منه أما عند غير الحنفية فلا فرق بين الفرض والواجب سواء طلب بدليل قاطع أو مضمون لكنهم يفرقون بينهما في الحج فيقولون الفرض ما لا يجبر بدم كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والواجب ما يجبر بدم كرمي الجمار والمبيت بمنى وترك الفرض يبتل الحج وترك الواجب لا يبتله وهناك فرض يعرف بفرض الكفاية وهو الذي إذا فعله البعض فقط الطلب عن الباقين ولو تركوه جميعا أثيموا كصلاة الجنازة بخلاف فرض العين الذي يجب على كل مكلف أن يقوم به ولو تركه أثيم ومثل الفرض والواجب الرقن والشرط لا يصح العمل إلا بهما غير أن الأول وهو الرقن جزء من ماهية العمل كركوع الصلاة والثاني ليس جزءا منها كالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة في الصلاة والسنة ما كان طلبه غير جازل أو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه ومنه ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى سنة مؤكدة كركعتي الفجر وما لم يواضب عليه كركعتين قبل المغرب والمندوب والمستحب كالسنة وبعضهم جعل المندوب والمستحب لما لم يواضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسنة هي لما واضب عليه والحرام ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما أو ما يعاقب المرء على فعله ويثاب على تركه كالشرقة والقتل والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم كأكل البصل عند الذهاب إلى المسجد وهذا يسمى مكروها تنزيها وهناك مكروه يسمى مكروها تحريما وهو في مقابل الواجب عند الحنفية فيه عقوبة لكنها أخف من عقوبة الحرام كالصلاة في الأوقات المنهية عنها أما ما لم يطلب الشرع فعله ولا الكف عنه فهو المباح الذي لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه هذا وهناك صلاح وهو باطل وفاشد وهو مسمان لمسمى واحد عند بعض الفقهاء وهو ما لا يجزئ عن فاعله ولا تترتب عليه آثار كالصلاة إذا نقص رقل منها أو تخلف أحد شروطها وفرق بعضهم بين الباطل والفاشد ويمكن التوسع في معرفة ذلك من كتب الفقه والله أعلم ترجمة نانسي قنقر